وإلى فقرة ضيف مساموتي كارلو وضيفنا اليوم الذي يشرفنا بحضوره في الأستوديو الأستاذ ياسر علمان نائب رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان في الشمال ومسؤول العلاقات الخارجية لتكتل نداء السودان مرحبا بك أستاذ ياسر علمان أهلا بك سيدي اليوم خرجت مظاهرات بالألاف خاصة في وسط الخرطوم دعما للمتظاهرين المعتقلين خلال الأسابيع الماضية كانت هناك ترجحات بأن هذه المظاهرات ستخف ويبدو بأن مظاهرة اليوم أثبتت بأن الشارع ما زال ملتفا حول مطارب الاحتجاج والمطالبة بتنحي الرئيس عمرو الشير نعم تماما هي اليوم أثبت الشارع بعد مضي ما يغارب الشهرين إنه جزوة الثورة لا زالت مشتعلة وأيضا هذه الثورة جديدة بالتأمل لأنه هي عمدت جيل جديد من الشباب وأصبحت المغاومة الثغافة منتشرة عند كل السودانيين وضمت أعداد واسعة من النساء وتبشر بأن مستقبل السودان الديمقراطي ومستقبل التغيير لا زال بخير وإن هذه الصورة تنضي في الطريق الصحيح والأسباب التي أدت إليها لم يتم حلها أستاذ علمان مدير جهاز الأمن المخابرات السوداني صلاح قوش أصدر مؤخرا قرارا بإطلاق صراح جميع المعتقلين خلال التدهورات واليوم تدهورة اليوم تدعو لإطلاق المعتقلين هناك لبس هل وضحت لنا الصورة؟ لا غير صحيح بما تم أن المعتقلين أعدادهم في ازدياد وحتى الأمس تم اعتقال بعض الغاضر السياسيين منهم الأستاذ هادية حصب الله والآن يوجد أكثر من 2 ألف من المعتقلين داخل سجون النظام النظام نفسه لا يمتلك السجون ومغرات للاعتقال كافية حاول أن يطلق صراحة لبعض ليعتقل مزيد من المعتقلين ليس ذلك فحز بل هناك تعزيب راحة ضحيتي أربعة من المعتقلين بل إن الأستاذ أحمد الخير عوضة هلك أدل وإثباتات على حصول هذه الحالات؟ نعم مثلا حالة الأستاذ أحمد الخير عوضة الكريم وهو معلم محترم من أبناء خشم القربة لم يتم تعزيه فحز بل تم اقتصابه داخل السجن وهناك شهود وإفادات موثقة بالفيديو من زملائه الذين كانوا معه في المعتقل وهناك إفادات واسعة منتشرة في وسائل التواصل الاجتماعي حول الطرق ومناهج التعزيب وأسماء الأشخاص الذين قاموا بالتعزيب أمس الأربعاء قرر رئيس عمر البشير بأن الشباب الذين خرجوا إلى الشوارع بأن هذا الخروج إلى الشارع هو بسبب قانون النظام العام المثير للجدل هل تعتقد بأن هناك توجه من طرف الرئيس إلى إلغاء هذا القانون؟ لا لا يوجد توجه هذا الرئيس حكم السودان بالحديد والنار لمدة 30 عام وهو رئيس مطلوب للمحكمة الجنائية واتكب جرائم إبادة وجرائم حرب وهو شخص وحيد لا يستطيع حتى أن يسمح لتبادل السلم للسلطة داخل حزبه هل هؤلاء الشباب الذين يتحدث عنه هم الشباب الذين يقتلهم بالرصاص الحي في الشوارع هل هم نفس الشباب الذين يقوم بتعذيبهم هذا البشير الآن شبح من الماضي البشير الآن في حالة موت سريري وليس لديه ما يقدمه ما الذي يقدمه البشير ولم يقدمه خلال 30 عام هذا شخص غسم السودان هذا شخص استخدم الإسلام السياسي لإزلال السودانيين وبل أنه حتى وزراء في حكومته استخدم ضدهم غانون النظام العام بل من أغربائه ولذلك البشير ليست لديه مصداقية وما يقوله لا يخاطب آزان الشباب آزان الشباب تتجي نحو المستقبل تتجي نحو العدالة الاجتماعية والدمغراطية والسودان الجديد بدا عن مؤسسة الجيش أستاذ عرمان هذه المؤسسة هي التي تدعم وتحمي الرئيس تنحي الرئيس لا يمكن أن يعطي إلا من داخل هذه المؤسسة هذا السؤال مهم بالفعل مؤسسة الجيش في التجارب السابقة في 64 و85 هي التي تقوم بالتغيير والتحول بدعم الشعب لكي يتم تغيير من نظام قديم إلى نظام جديد الآن هذه المؤسسة تعيش تعقيدات كبيرة والرئيس نفسه يضع العصي في عجلة الجيش لكن بمزيد من الضغط وسلمية الانتفاضة ودخول أعداد كبيرة نحن لا نريد أن نقرق صورتنا في بحور من الدماء أو العمل المسلح هذه الصورة يجب أن تظل سلمية يجب أن تدفع بمزيد من الناس إلى الشارع ودخل في صفوفها المهنيين الآن والنساء والشباب هذا سيجبر الجيش لكي يتخذ الخطوة التي لا تريد غيادة الجيش أن تتخذها ونحن نوجي دعوتنا للجيش بأن يتحرك قبل فوات العوان في بداية تظاهرات أستاذ العلمان كان هناك موقف غريب لقوات الجيش التي لم تتدخل في البداية لقمع تظاهرات كانت السلطة تدفع بقوات مكافحة الشغب بدل الجيش هل هناك تعاطف بين قاعدة الجيش وبين هؤلاء المتظاهرين؟ نعم وأنا من الجيد أنك استخدمت قاعدة الجيش لأن الجيش ليس كتلة صماء الجيش في أغلبية ليس فقط ضباط وجنرالات نعم الجيش كما قلت هو ليس كتلة صماء فهو يتكون من أعداد واسعة تنتمي للفغراء وتنتمي للباحثين عن الخبز والسلام والطعام والدمغراطية وهو غير معزول والجيش نفسه يسكن في المناطق السكنية ويأتي من نفس الذين تم قتلهم وهناك شوايد عديدة على أن ضباط الغوات المسلحة وبالذات صغار الضباط والجنود منحازون إلى الشارع وسيجبرون غيادة الجيش بالتحرك في الاتياز الصحيح سؤال خير ماذا عن أقوال عمر البشير والمحيطنا به الذين منذ البداية تهموا هذه التظاهرات بكونها مدبرة من الخارج طبعا هذه نفس العبارات والأسطوان المشروخة التي استخدمها زعماء من قبله البشير هو الذي يتعامل مع الخارج هو الذي ذهب إلى غطر ولم يجد الدعم وهو الذي ذهب إلى مصر ولم يجد الدعم الذي يطلبه لم يجد الدعم في مصر؟ لم يجد الدعم في مصر وفي غطر هناك الرغبة البشير يعتبر عب الخلاف في أنه غطر التنظيم الدولي للأخوان المسلمين يريد أن يغير النظام بوفق مجموعة جديدة من الإسلاميين في مصر يريد حكم عسكري في السودان الشعب السوداني يريد شيئا آخر شكرا جزيلا لك الأستاذ ياسي العرمان نائب رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان في الشمال ومسؤول العلاقات الخارجية لتكتل نداء السودان شكرا جزيلا شكرا لك على استضافة